اشتركوا في القناة مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد لمادة الفنون البصرية قيمتنا لهذا الأسبوع تتحدث عن محبة الله تعالى حب الله تعالى يا أعزائي من أعظم النعم التي ينالها العبد ويتشرف بها فبذلك ينال خيري الدنيا والآخرة وبه يوفق إلى مزيد من العمل ويعصم من كثير من الزلل فمحبة الله هي الغاية التي يتنافس لأجلها الصالحون والمحسنون لينال القرب من ربهم والفوز بمرضاته ويتحقق ذلك بالعلم التام بالله سبحانه وتعالى أعزائي ما الذي نشاهده في هذه الصورة؟ أحسنتم، بارك الله يفويكم إنها الألوان بدراجات متنوعة ومختلفة درسنا اليوم عن دلالات الألوان أهداف درسنا لهذا اليوم أن يتعرف الطالب على جماليات الألوان ومعانيها ثانياً، أن يرسم الطالب سيارة مراعياً جماليات الألوان ومعانيها الألوان لا غنى عن وجود الألوان في حياتنا اليومية فهي ما تعطي للحياة بهجة وتمنحنا السعادة والحياة الجميلة وتوجد الألوان في كل ما يحيط بنا وتراه عيوننا من الملابس والأثاث وطلاء الجدران والأقمشة واللوحات الجميلة وحتى الحيوانات فالألوان الجميلة تعكس عظمة الله وجمال خلقه معلومتنا الفنية لهذا اليوم تتحدث عن ألبرت هنري مونسل ترى؟ من هو هذا الشخص؟ هو رسام أمريكي ومدرس للفن واشتهر ألبرت مونسل باختراعه لنظام الألوان مونسل في عام 1905 ومحاولات مبكرة لإيجاد نظام عددي لوصف الألوان واشتهر برسمه للمشاهد البحرية والصور الشخصية والآن أعزائي فلنتعرف على جماليات الألوان ومعانيها بداية اللون الأحمر يعبر اللون الأحمر بالعاطفة والحب بالإضافة إلى زيادة الرغبة والقوة والغضب وفتح الشهية لذلك كثيرا ما نجد هذا اللون في المطاعم لفتح الشهية ونراه أيضا في سيارات الرياضة ليعبر عن القوة والسرعة شكرا في سترات النجاة وفي سيارات الرياضة السريعة جدا اللون الأصفر يعبر اللون الأصفر عن السعادة والبهجة ويعبر أيضا عن الود والطاقة الإيجابية لكن اللون الأصفر مرتبط أيضا بتوخي الحذر لذلك كثيرا ما نجد في لوحات الحذر اللون الأزرق يمثل اللون الأزرق العمق والثقة والولاء والإخلاص والحكمة والاستقرار والإيمان والهدوء لذلك كثيرا ما نجده في عيادات المستشفيات ليعطي شعورا بالهدوء والاستقرار وكثيرا ما نجده في دور العبادة مثل المساجد والزخرفة في داخل المساجد ليعطينا شعورا بالثقة والهدوء والروحانيات أيضا اللون الأخضر اللون الأخضر يرمز للحياة النباتات ونموها وكذلك لأسلوب الحياة الصحي والمنتجات الطبيعية تماما وعادة ما نجد هذا اللون في العيادات ليعطينا شعورا بالهدوء والارتياه اللون البنفسجي عادة ما يستخدم اللون البنفسجي الغامق في التصميم للإشارة إلى الفخامة في حين أن الدرجات الأفتح منه تستخدم للتعبير عن المنتجات الأنثوية كما نجده أحيانا في بعض المحلات الأنثوية اللون الأبيض يعتبر اللون الأبيض لونا روحانيا يبعث في النفوس الإنسجام والسلام والطمأنينة لذلك كثيرا ما نجده في طلاء البيوت والمنازل ليعطينا شعورا بالإنسجام والسلام والطمأنينة اللون الأسود يعرف اللون الأسود بأنه لون القوة والسلطة بالإضافة إلى الخوف والغموض والعمق ويدل كذلك على الجدية والاحترافية كما أنه يشير إلى المظهر الرسمي والمعروف عنه بأنه لون الأناقة لذلك كثيرا ما نجده في الثياب والبدلات الرسمية وموكب الرؤساء الأدوات المطلوبة لبداية الرسم دفتر الرسم قلم الرصاص ألوان خشبية ممحات ومصطرة والآن أعزائي سنتعلم طريقة الرسم السيارة بالخطوات بداية بداية نقوم برسم الشكل رقم واحد ثانيا نقوم برسم الجزء رقم اثنان أعزائي إن كان الفيديو سريعا قليلا فبإن كاننا أن نوقفه مؤقتا لنرسم الشكل كما هو موضح ثم نقوم بالمتابعة ثالثا نقوم برسم الجزء السفلي للسيارة كما هو موضح ونضع فراغات لإطارات السيارة كما هو موضح في الشكل رقم أربع خامسا نقوم برسم الخط الأفقي لزجاج السيارة ونضع الإطارات سادسا نكمل الزجاج الأمام والخلف كما هو موضح وباقي الإطارات والإضاءة الأمامية هكذا عزائي نكون قد رسمنا سيارة رائعة بخطوات بسيطة كما هو الشكل الذي أمامنا ثم نقوم بتلوينها كما تعلمنا من خلال درسنا بلون محدد له قيمة ومعنى أروني إبداعاتكم يا طلاب الفن نهاية من هو رسام الأمريكي الذي اخترع نظام الألوان منسل أحسنتم بارك الله فيكم هو الفنان الأمريكي ألبرت هنري منسل وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم بارك الله فيكم أعزائي الطلاب